قالت مصادر مطالعة ان السلطات العراقية اكتشفت وجود جروب واتساب يجمع الصرفين المتعاملين بالدولار وتبين من خلال التحقيق ان اصحاب بنوك معروفين ادخلوا اقارب لهم او عاملين معهم في هذا الجروب وكانوا في مقدمة الذين يقبلون على شراء الدولار بالحد الاعلى من الاسعار المطروحة ذلك اليوم بهدف جمع اكبر كمية ممكنة من النقد الاجنبي ثم الى العمل على تهريبها عبر الحدود وذكرت مصادر انه جرى خلال التحقيق اكتشاف نوعين من جروبات واتساب الاول مختص بالمرسلات الرسمية ويتعلق بالمازادات واسعارها اما الجروب الثاني المعروف بجروب البورصة ويجمع الصرفين المتعاملين في بورصتي الكفاح والحارثية فقد شهد في الاسبوعين الاخيرين ادخال اشخاص يمثلون بالباطن مصارف اهلية كبيرة حيث قاموا باشتراء معظم المطروح من العملة الصعبة بغض النظر عن السعر المطلوب ثم جمعوا النقد الاجنبية وخاصة الدولار ونقلوه خارج بغداد تمهيدا لتهريبه عبر الحدود اشتركوا في القناة